تعرف فيه ستات يا شريف بتيجي تقول لي ايه؟ انا كده كده جوزي ما بيصرفش في البيت ومثلا بخيل وفيه ناس مش بخلا فيه ناس معهم فلوس وكل حاجة بس اللي هو شايفها نكحة وبتشتغل وبتجيب فلوس فأنا برمي عليها أنا بستغلها فيه رجالة كتير ونسبة كبيرة بتستغل الستات النكحة اللي بتشتغل اللي معها فلوسها مع عربيتها معها بيتها وأحيانا كمان بيتبقى مطمع ان هي عندها البيت فبتتجوز بسبب ان عندها بيت الستة دي بتقاهل نفسها ويقولك تقول لي ايه؟ طب ما انا كده كده هو مش عامل لي حاجة يعني انا بصرف انا شقيانة انا بشتغل انا شايلة الولاد نواديهم حاجاتهم طب هو عامل لي ايه؟ وحتى الاهتمام والحب بشحته منه ففي اللحظة دي الستة بتقرر تطلق تقولك طب انا انا ايه اللي جاي علي ان انا كمل حياتي وهو قاعد مستفيد بس ما هي بقى البيت بتبدأ بان الستة بتحس ان اللي معاها يا كده يكون مش معاها يعني هو فعليا على الورق معاها بالزبط لكن في الحياة هو مش متحقق هو مش موجود واعتقد ان البداية ما بتبقاش بالمادة هي البداية بتبدأ بالاهتمام والاحتواء لو الراجل ده مش موجود في الحياة عموما وهو كده يعني بخيل المشاعر بخيل في كل الاشياء سعى فهيبدأ يبقى منسحب الورا شوية وهي المتصدر المشهد هتبدأ تحس انها لوحدها طيب انا الواحدة ضمنه ما بقاش الواحدة رسميا ليه ايوة يعني هي دي اللحظة اللي انا هحتاج فيها ان انا اقول للناس يا جماعة الوجهة الاجتماعية اللي بيظهر وبيشاركني فيها نجاحات او ظهور هو مش المفروض اني اقوموا في الصورة دي بالزبط انا صاحبة الصورة دي لو عندي انجاز مع اولادي ماينفعش انه هو يحضره بصفته مشارك وهو مش مشارك لو عندي انجاز في نجاحاتي ماينفعش اقول ان ده جوزي اللي ساعدني وساندني وهو مش موجود فالنوع ده اكيد مية في المية بيدفع للطلاق بغض النظر على المشاكل الضخمة